موسيماني بقى الحقيقة عامل ضجة في القرى الأفريقية يعني فوز الأهل مبارح الحقيقة على الوداد المغربي كان ليه أصداء عنيفة جدا وخصوصا كمان في جنوب أفريقيا معظم وسائل علام في جنوب أفريقيا يمكن ركزت بشكل كبير جدا على النتيجة لحقاها النادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني على الوداد المغربي يعني موقع سبورت 24 قال مثلا أنه بيتسو موسيماني يقضي على نحس الوداد ويحقق انتصار حاسم للنادي الأهلي موسيماني يمكن كان خسر قدام الوداد مرتين المرة الأولى كان في ربع نهائي دوري أبطال موسم 20-17 كان سانداونس فاز على ملعبه في مباراة الزهاب بهدف لكن الوداد قدر أنه يفوز على ملعبه في مباراة العودة بنفس النتيجة وطبعا برقالات الترجيح قدر الوداد أنه يقصي سانداونس من البطولة المرة الثانية الحقيقة كان في منافسات نصف نهاية دوري الأبطال الموسم 20-19 الوداد فاز على ملعبه بهدفين مقابل هدف ورجعه في جنوب إفريقيا تعادله سلبيا وبكده ودع سانداونس منافسات البطولة في صحيفة مثلا كيكوف كتبت أنه بيتسو يصنع التاريخ في دار البيضاء وقالت أنه بيتسو موسيماني صنع التاريخ أمام الوداد ووضع الأهلي قدما واحدا في نهاية دوري أبطال إفريقيا وسويتان الصحيفة الجنوب الإفريقية كلمت كمان على موسيماني لقالت أنه كان نجح فيه أنه يقود الأهلي لفوز 2-0 على الوداد في عقر داره أو في دار البيضاء يمكن مبارحي أحمد قالوا الأهلوية لما ساموا الكلام موسيماني على النوق بيشكر اللعيبة طبعا بس كان نفسه يبقى فيه فرص أو كان عندنا فرص لأهداف أكتر من كده قالوا احنا شميين ريحة جوزيه كان ليه صورة كده وصورة يعني كاركاتور تعرف المصاريين بيحبوا الحاجات دي على الإفهات يعني كان ماشي وسط اللعيبة لدي الأهلي وحد كاتب كده على تعليق حد ليه شوق في حاجة هو واضح أنه شخصية قوية ومن الواضح كمان خدوا بالحضراتكم أنه الشخصيات القوية دي لما يكون تكون مصحوبة بحب يعني لما الناس تبقى مرتبطة بيك وبتحاول أنها تسمع كلامك بناحية الحب أكتر بكتير جدا تأثيرها من لما تكون من ناحية الخوف وأنا أعتقد أنه موسيماني من النوعية الأولى إن شاء الله بإذن الله تكون قصة نجاح تتوج بالفوز بطولة أفريقيا أعتقد كبداية الموسيماني أعتقد أنها تكون بداية مشوار ناجح جدا مع النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر